وندخل يا جماعة بس ننوع الحوار شوي هو بيعطي أمثلة يعني يمكن أنك تحاكم الشخصية التاريخية وكل شخصية تاريخية هتلاقي فيها إيجابيات وسلبيات لأنها مش ملائكية مش شخصيات مقدسة البشر دائما يصيبون ويخطؤون والحكام والشخصيات التاريخية فلما يجي حد هتكلم عن عقبة بن نافع هتكلم عن صلاح الدين الأيوبي يعني هيتكلم عن أحمد عرابي فهيغضعه للتقييم هنا حيقولك كده هيدخل السجن وبالتالي هنا هيبقى مطلوب منه أنه يقدس الشخصية التاريخية ولا يتحدث عن أي سلبيات متعلقة يعني يخون التاريخ ويخون التقييم الموضوعي فضل وقل به عنوان مشروع القانون اللي تقدم به الدكتور عمر والدكتور عمر ده يعني زميل معايا في اللجنة الدينية وإنسان محترم جدا وقلبه راطب جدا أكمل كلامي وعاطفي جدا والراجل بيدور عنوان القانون بول إهانة إهانة الرموز التاريخية وإحنا بدون جموز تاريخية وبدون تاريخ محنش مصر ما تنفعش مصر بدون تاريخ بلد بلا ماضي فليس لها أي مستقبل أو أي حاضر نهائي ولن نتكلم على حاضر مصر احترام مصر من خلال العالم أجمع من خلال تاريخها ومن خلال ماضيها حنتناول بعض الرموز زي صلاح الدين الأيوبي أو أحمد عرابي زي بقول لحضراتك هناك تعمد لإهانة الرمزين دول على وجه التحديد لأن صلاح الدين الأيوبي له دور ودور مهم جدا والعالم يعلمه إزاي رفع شأن العالم الإسلامي أمام الآخرين حتى في تناوله نفسه صلاح الدين الأيوبي للقضية في تناوله للقضية نفسها وتعامله مع الآخر كان تعامل إسلامي جميل وتعامل إسلامي يشهد له العالم الأجمع هناك تعمد لإهانة صلاح الدين الأيوبي وإن إحنا نضيع تاريخه الجمال بي أسعد رجل محترم ورجل جميل ورجل يعني ثقافته عالية وأنا بحترمه جدا على فكرة لما تكلم على سعد زغلول دلوقتي وأنا ابن من أبناء كفر الشيخ وإحنا كفر الشيخ بنفخر جميعا إن سعد زغلول ابن قرية إبيانا مركز من قدس أو كان زمان أيام سعد زغلول ما كهوة موجود كان بيقولك إبيانا أو سعد ابن مركز فوة قبل متوبص ما تواجد مركز متوبص فحضرك سعد زغلول قدوة بنسبة لكل المصريين وبنسبة لأبناء كفر الشيخ بالكامل وسعد زغلول حضرتك بالمرة هو خال الكاتب الكبير مصطفى أمين وعلي أمين بعد إذن حضرتك أنا ما كان بيلعب جمار ومسجل دات الخير أنا لو جنت بيلعب جمار بردو بردو حضرتك بردو حضرتك أنا نهارضة سواح زي ما اعترضنا يا جماعة زي ما بتعترضوا بعد إذنك أما يبقى أنا عندي أحمد زويل كأحمد زويل كابن من أبناء كفر الشيخ بقول لبني أنا عاوزك تبقى أحمد زويل بقول للموجودين كلهم عاوزين تبقوا أحمد زويل لازم كلنا نتفوق ونشوف أحمد زويل عمل إيه وننهج هذا النهج يفاجأ بعد شوية لأن الجيل الحاضر شاف أحمد زويل وعرف قده إنسان محترم والعالم كله كرم أحمد زويل وفتخر بيه بعد شوية أما الزمن يمضي إلى الأمام يطلع واحد وهو قاعد كده بمزاجه يهين أحمد زويل أو يهين العلم بتاعه أو يهين تاريخه وأنا تقبل هذا الكلام ويقول لك أصل الدولة الفلانية كانت إيه والدولة الإعلانية كانت مش عارف إيه ويخلي بعد إذنك يا جمال بيه ويخلي القضوة اللي أبناءنا كلهم بيحاولوا إن هم يحزوا حزوه واعتبروه أسوة حسنة يحاولوا في الآخر إنه يحصل خلل داخل الأولاد وداخل الأجيال اللي طلع في حبان هذا الشخص ينفع ما ينفعش إحنا بنقول هنا إيه المقصود كلمة إهانة فيه فرق بين الإهانة وبين التقييم لابد إن إحنا نفرق ما بين الإهانة وبين التقييم من حقك إنك تقيم ومن حقك إنك تقول رأيك بس قول رأيك بأدب أنا ممكن أقول رأيي في الأستاذ وائل وفي اللاعدين كلهم ويبقى رأيي كله أخلاق وفي نفس الوقت انتقطهم وفي نفس الوقت ممكن أقول رأيي بطريقة تانية فيها تخرجنا عن السياق نهائي وتخلي الشخصية اللي أنا اتكلمت عليها نزيل أحدد ده إزاي بقى موضوعه وقال أحدد أحدد إزاي الفارق ما بين الإهانة والتقييم الموضوعي خاصة لو هو قال زي هاخد نموذج لو قال خلينا أسأل دكتور جمال في ده أنت أقولت أحدد الإهانة